بتبقى مباريات ندية ومباريات كبيرة جدا في أرض الملعب وده اللي احنا شفناه فيه مختلف المواسم الحقيقة ولكن دايما احنا في النادي الأهلي مش بس في كرة السلة اول اللي حصل مبارح ان احنا بنغلق صفحة ولكن ده بيبقى موجود فيه كل الرياضات الخاصة باقي النادي الأهلي وده اللي فعلا حصل يا كابتن هيسم مع مستر وورثي بس برضو في نقطة مهمة كمان ما لم أزيد عليها معلش احنا 92 نقطة دخلوا فينا بس احنا حطين 82 بل ف82 نقطة ده يعني انت هجومك وفرقتك بخير انا بس عايزة طم من السادة المشاهدين وجمهور النادي الأهلي على فريق السلة عشان نسايف على سوشال ميديا بعض الكلام لا انت حطت 82 نقطة فاذا انت هجومك بأفرد حوالي 40 20 نقطة في الكورتر وده نسبة تهديف عالية فانا مش مقلقان على الفرقة في الهجوم ولكن الدفاع اكيد اكيد هيكل حل يعني يا ماريب ان شاء الله انا تمنى القادر ان فريق السلة يكون افضل ان شاء الله دايما لما بيحصل كده بنشوف يا كابتن هيسم ان هما بيستعيدوا باركهم سريعا وده اللي احنا نأمل ان هو يحصل خلال الفترة المقبلة خلصنا بقى كورة السلة هنروح للكورة الطيرة وخماسي الاهلي بيقود منتخب رجال الطيرة للفوز على الكاميرون بدورة الالعاب الافريقية الحياة ان خماسي فريق رجال الكورة الطيرة بالنيزي الاهلي المنضمين لمنتخبنا الوطني الاول كان ليهم دور مؤثر وكبير جدا في فوز منتخب رجال الطيرة على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-2 في الجولة التانية من المجموعة التانية لدورة الالعاب الافريقية واللي الحقيقة يعني بتصدفها العاصمة الغنية اكرا في الفترة من 8 والحد 23 مارس من اللي احنا فيه طبعا او مارس الجاري منتخبنا الحقيقة يعني بيتصدر مجموعته بعد فوزه على النيجيريا بنتيجة 3-1 وبعد كده قدر ان هو يفوز على الكاميرون بنتيجة 3-2 وهنلعب بقى اخر ماتشي لنا قدام منتخب بوركينا فاسو بكرة بإذن الله هيا خلينا نقول ان احنا منتخبنا بيضم بين صفوفه خمس لعيبة من النادي الاهلي عناصر مهمة جدا طبعا محمد عصران أحمد عزب سيف عابد عبد الرحمن الحسيني وحمادة عثمان منتخب الحياة كمان كان استعان بخدمات كابتن محمد السيد المدرب العام لفريقنا علشان يكون فيه منصب المدرب العام لمنتخبنا الوطني الحياة كابتن هيسم دايما اي عنصر بيتم اختياره من النادي الاهلي بيتم اختيار سكواد معاية من النادي الاهلي بيفرق كتير قوي مع منتخباتنا الوطنية في مبارياتهم وده اللي احنا دايما بنشوفه في كل الالعاب نعم يمكن زي ما قالت طبعا مريم وأكدت وتنقطة مهمة جدا النادي الاهلي بيخرج كوادر كوادر النادي الاهلي